فيروس خطير وباء متشر شو الحل يا شيخ لوقتيش الحكي هذا أياما معدودات صدق الله العظيم يعني الحمد لله رب العالمين انه الاصابات خفيفة ووفيات برضو الحمد لله رب العالمين انها خفيفة يا شيخ شو بتحكي في الموضوع الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يعني بقولوا انه الرعاية الصحية يعني لها علاقة كبيرة في هذا الموضوع كيف ننحقق الرعاية الصحية الصح في الموضوع طب يا شيخ يعني الملابس ملابس اكيد وسيلة يعني لنقل هذه العدوى وهذا الفيروس شو الحل يعني هل يجوز لنا ترك منازلنا والخروج إلى الخارج لأمر غير ضروري يا شيخ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك شيخ كتير من الناس بحس عليهم انه بيخدوش في التوصيات والرعاية الصحية الصح ذلك بأنهم قوم لا يفقهون طب يا شيخ ماشي بس بخصوص الموضوع الحجر البيت هذا والناس كلها بدورها وسكرت محلاتها وسكرت أشغالها وأعمالها وسكرت يعني مصانعها ويوقف حالها شو بنحب نحكي لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله كتير من الناس كتير من الناس ببثوا الشائعات والأخبار الكاذبة عشان يخوفوا الناس ويروعوهم شو بتحب تحكينا ما حاجر المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة طب يا شيخ يعني كتير ناس أو احنا سمعنا انه ممكن هذا الفيروس يكون هو أبارة عن فيروس مختلق من احدى الدول بهاجموا فيها المسلمين شونا نحكي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا طب يا شيخ في النهاية يعني شو الحل كيف نخرج من هذا الابتلاء وهذه الصعبات الله ينجيكم منها ومن كلك ونعم بالله العظيم وهكذا أعزائي المشاهدين نحن نسأل والقرآن نجيب